موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال روى البخاري في صحيحه على ابن مسعود رضي الله عنه قال بانوا إسرائيل والكهف ومريم وطاها والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي ما السور القديمة وهن من ميراث القديم من النبي صلى الله عليه وسلم التلاد يعني ما ورثاه الإنسان قديما عبد الله بن مسعود من أوائل من نزل من أسلم وهاجر إلى الحبشة العجرة الأولى وعاد فأخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يزدحم الناس عليه أخذ من فمه سبعين سورة لم يأخذها أحد معه يعني بينه وبينه فالرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع قراءته بالقرآن فهو معظم لهذه السور النصول صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود يعني القراءة القرآن بيتقرأ قراءات يعني على طرق قراءة فيه وهو أنزل غضا طريا ليس جافا ليس شديدا القارئ يعني بيؤثر على بيان المعاني ولذلك بيقول من أراد أو من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد فعبد الله بن أم عبد ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له احتفاء بهذه الصور إن دي من أوائل ما طرق البشرية من القرآن القرآن المكي الذي يؤسل أمور الاعتقاد سورة الإسراء تسمى سورة الإسراء وصورة بني إسرائيل ذكر الإسراء في أولها ثم انتقل الأمر إلى ذكر موسى صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام كان قارين أو كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ونصح لأمته نصيحة هي من في أعناق الأمة في موسى صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخمس في أنه الذي تسبب في التخفيف عن الأمة وأنه خبر الناس قبل النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام بعزيمته الهائلة أول ما سمع خمسين صلاة في اليوم والليلة قبل يعني سبحان الله الواحد يعني يعني رسحان كان مستعد نازل بيهم خلص بالتكليف أنه هو والأمة اللي معاه هيصال له خمسين صلاة في اليوم فسيدنا موسى أشفق على الأمة رغم أنه يعني ربنا مدح الأمة في موطن تضرع سيدنا موسى من أجل بني إسرائيل فمدح مين أمة محمس أسلم قالها ورحمتي واسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتكون ومع ذلك عمر ما يكون فيه زرة حسد بل النصح الكامل والحب للأمة وحب الخير لها ويرجع إلى ربك فسأله التخفيف فسيدنا موسى يعني ليس عنده أي درجة يعني استعلاء والحسد ده نبع من الكبر وسيدنا موسى عفت عن مستحيل ولا زرة كل قصة اللي بتوذكر في سورة الكهف تدلل على كده إن ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر له إنه يتعلم حد هو أقل منه فضلا ولكن لأنه يعلم مسائل أكتر منه وسيدنا موسى أول معرف إنه في حد أعلم منه ما قالش إيه إزاي ما في حد أعلم منه وباب المنزلة دي لا دا هو العلاطول عايز قبله ورحلة طويلة جدا وبعدين يعني بعد ذكر موسى عليه السلام وذكر موسى ذكر في آخر السورة أيضا يعني ذكر بني إسرائيل أخصن وذكر موسى صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل قصة تداول الأحوال على بني إسرائيل لتكون آية لنا والقواعد المستنبطة المذكورة في القرآن من القوة والضعف بين الأمم إيه أسبابها فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين فسد يعني أعظم مظاهره الكفر وتكذيب الأنبياء وقتل الأنبياء الشرك بالله بدايتها بدع ودنيا وتنافس عليها ونتعلن علوما كبيرا الاستعلاء في الأرض والباغي على الناس وده كان سبب أن صلت الله عليهم عدوهم الذي كان كافرا كفرا يعني أكبر من كفرهم فالسيدنا سابان بني إسرائيل كان فيهم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق به ومع ذلك لما الغالبية كانوا مفسدين ومستعلين في الأرض متكبرين ربنا صلت عليهم واختنصر فدايما الفساد بالشرك والبدع والمعاصي والاستعلاء على الخلق أعظم أسباب زوال الأمم ولا بد وإن طال المدى الناس بس عشان يتيجي عليهم أوقات يفتكروا أنها هتفضل كده على طول أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ولكن الأمم ما زالت تتقلب وتتغير فبانو إسرائيل بعد أن دخل باختنصر المسرد ودمره المسجد ده كان من بنا سيدنا إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب وبعد كده يعني ذهب بانو إسرائيل إلى مصر وراجعوا مع موسى عليه السلام في هذا التوقيت كان القدس أخذها قوم آخرون بس هما لهم مسجد فيه فعايزين يرجعوا للمسجد مرة إيه ثانية أبوا أن يرجعوا أبوا أن يدخلوا وأصابهم التيه وخرجوا مع يوش عبن نون فتى موسى وبعد ذلك فتحوا بيت المقلس حاصر بعد كده أول مرة من الإفساد والعلو فمعد ذلك أخذها باختنصر وهدم المسجد وأخذ كل بني إسرائيل سبيا المشهور عندهم باسم سبي بابل أخذهم إلى بابل في السلاسل وقتل عشرات أو مئة الإلوف منهم في هذه المأساة قال عز وجل ثم رددنا لكم الكرة عليهم الأمم التي تقاتل التي شرع على القتال كانت أول أمة شرع على القتال بني إسرائيل فمفيش قتال بخوارق هو فيه تأييد لكن لابد من أدوات عشان كده ربنا عز الله ذكر يعني إيه أدوات يعني مفيش حد يقول إحنا هنحارب كده من غير حاجة بالعصيان مثلا زي ما كان بعض بعض بتقول الجامعة الإسلامية زمان بنا يرحمه ويغفر له الدكتور عبد الرحمن عمر عبد الرحمن كان كتاب فيه وكتب كلمة حق كان بيقول لي يجب الخروج على الحاكم المبدل للشرع ولو بعصى طب ما هالناس هتطلع بالحسان تأميلي يعني يعني ده حاجة فيها فبنا قال لما أراد أنه يمكن لبني إسرائيل قال إيه ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين شباب وشباب أبناء يعني إيه شباب أبناء ما هو أبناء مش لهم كلهم طبعا أبناء لكن في في شباب بيبقوا طاغين على أبهاتهم لكن الأبناء اللي هم يتوصف بإنه ابن يبقى لازم يعظم من إيه من سلف يعني دول أبناء مرتبطين بأباءهم ومعظمين لهم عشانا ما قالش بس الشباب قال أمددناكم بأموالي وإيه وبنين وبعدين جند واجعلناكم أكثر نفيرة فلوس شباب ملتزمين بتوجيهات أباءهم وعسكر هو عسكرية ينفروا معا هو ده اللي ربنا عزيزي ايه مكن به طيب ايه القاعدة التي تمدلت بسببها الأحوال من الاستضعاف الشديد جدا إيه للتمكين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الإحسان الإحسان في عبادة الله والإحسان في ما بينكم وما بين الناس الإفساد في عبادة الله بالشرك والبدع والعلو على الناس سبب تسلط الأعداء والإحسان بينك وبين ربنا بحسن عبادة الله بالتوحيد أنت عبد الله كأنك تراه والإحسان بينك وبين الناس لما توجد طائفة كده ربنا يمكن له الناس بتستعجل من غير أدوات يبقى الناس لما نبص كده إمتى يتخذ قرار القتال لما يكون فيها هذه الأشياء طائفة فيها حسن إبادة الله وحسن معاملة إيه الخلق فكنت تلاقي ناس عندهم هم عقائدهم فزدة وبدع وضللات وقسوة بالغة على المسلمين ده على الناس كلها المفروض أنت بتبقى محسن للناس سيدنا يوسف كان محسن لناس كفرة كان محسن في السجن ومحسن في الملك كل حد يقامل إن أنا راكة من المحسنين فالإحسان دي قضية عظيمة الأهمية يعني صعب قوي أنت تبقى مهمتك في الناس أنك أنت تقتلهم وتكفرهم اللي كافر كافر طبعا أنا ألمزه على المسلمين ده بلا شك أن ده عمره ما هيكون ناجح فضلا أنه يكون العقيدة ما هيش سليمة والعبادة ما هيش سليمة في عبادة ربنا وفي نفس الوقت يسيء ويتكبر على الخلق وهم حاجة الدبح حاجة منظر السخيفة الإجرامية دي وقتل الناس ده بلا شك لا ما قال ذلك إلى الإبن حلال سبحان الله فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة والإفساد المرة التانية والعلو المرة التانية ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجدة كما دخلوه أول مرة برضو ده قوم آخرين عباد آخرين اللي هما كانوا الرومان بقى اللي هو ده المرة التانية لتدمير المسجد لأن الإحسان اللي أحسنوه واللي بيه صاروا أكثر نفيرا اللي هو مع سيدنا طاروت وسيدنا داود وسيدنا سليمان هو اللي بنى لإيه اللي جدد بناء المسجد الأخصر وبعد سليمان تبدل حال بني إسرائيل وعادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم الرومان ودول اللي إيه اللي بُعث يحيا ابن زكريا وعيسى صلى الله سلم واليهود تحت السلطان الروماني وظل ذلك السلطان قائما ثلثمين سنة كمان إلى أن دخل قسطنطين في النصرانية وأفسد هذه الدينة وإنما كانت النجاة لدعوة التوحيد ودين التوحيد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجادة ويخلون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لنفعونا يعني هو مستهيل وعد ده لأن العقيدة محلت بقيتش موجودة إلا عندنا فرق قليلين جدا بقايا من أهل الكتاب عقيدة التوحيد اللي هي أول الوصايا في العهد القديم أول وصايا في التوراة الرب اللي هنا رب واحد مين اللي كان بيحملها النصرانية بقيت كلها تثريث وعبادة للمسيح واليهود وقامئين على نفسيهم والزل والمسكنة ولا وقضيتهم قضية التعصب لبني إسرائيل مش قضية التوحيد يعني هذا القرآن اللي فيه اللي فيه الإنقاذ إن كان وعده ربنا لمفعوله ففرح به الذين أوتوا العلم والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك فيما بين أول السورة وآخرها فيه توجيهات عظيمة جدا من الحكمة التي هي من معجزات النبوة مجموء الحكم والبياء والعدل الذي أمر الله عز وجل به فعلا شيء يذهل العقول من أول وَخَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّهِهَا الآيات المحكمات من سورة الإسراء إلى قوله عز وجل لا تجعل مع الله لأن آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهور الآيات فيها فعلا يعني أعظم توجيهات يحتاجها البشر للعدل الناس اللي بتتأمل هذه الأشياء لابد أن يقرروا بأن هذه الشريعة أعظم الشريعة للإطلاق الفلاسفة اللي منهم هم فضلوا على عقائدهم الفزدة لكن أظهروا نتساب الإسلام يقولوا أجمع العقلاء على أنه لم يطرق العالم ناموس أو شريعة يعني مثل شريعة القرآن الحاجات الطريفة يعني إن بجامعة هارفرد كاتبين على جدرانها قول الله ياب الله كذبين والعربي حتى فكاتبين ترجمة بتاعتهم يقول أجل يا أيها الناس يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقران إن الآية قمة في العدل بيعترفوا غزبا عنهم ولا يتيقوا أكثر من الناس بس هي فعلا بتهز يعني هي بتهز علايات كلها في سورة الإسراء فعلا تهز أي إنسان يعني عاقل يعني سورة الكهف تضمن أربع قصص مع توجيهات في كل قصة خواتمها خواتم القصص فيها توجيهات عظيمة جدا يعني الأول قصة أصحاب الكهف ومن أول قولوه عز وجل وما أحي إليك من كتاب ربك توجيهات أساسية في صلاح الإنسان وكل منها وكذلك في قضية الصحبة الصالحة تلاوة الآيات تحكيم الشرع عدم طاعت الغافلين المفرطين شهود القدر معرفة الجزاء في الآخرة معرفة الجنة والنار ثم قصة صاحب الجنتين وصاحبه وخواتمها المال والبنونة زينة والحياة الدنيا والباقيات والصالحات وخيرا عند ربك ثوابا وخيرا أملا وما بعدها من ذكر أمر الآخرة وما يقع في أمر الآخرة من الجزاء والحساب والكتاب الذي لا يغادل صغيرة ولا كبيرة جمل التوجيهات إلى قصة سيدنا موسى خو بعد ذلك قصة سيدنا موسى مع الخضر وهي فيها توجيهات يعني عظيمة جدا جدا تتضمن الإمام بحكمة الله وعظمة التشريع وحكمة الله في أقداره التي يقدرها والصبر وطلب العلم والصحبة الصالحة حسن تربية الشباب لأن سيدنا موسى أخذ معه فتاة والكون المليء بالعجائب وأن سبحان الله سيدنا موسى والخضر كانوا في زمن مفوش مملكة إسلامية يعني أفضل أفضل من عاجل الأرض سيدنا موسى في ذلك الوقت والخضر اللي ربنا جعل سيدنا موسى يتعلم منه له فضل عظيم جدا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم وبيقول له سيدنا موسى السلام عليكم يقول له هل بأرضك من سلام هي الأرض فيها سلام هو في حد بيسلم وأنا بأرضك السلام من أنت استغرب إن واحد بيقول له سلام عليكم وهم لك فقط وما كانش بي حل عشان يقاوموا الشر اللي موجود إلا أن يخرق السفينة مش إن هو يقاوم الملك الجبار دا اللي بيأخذ كل سفينة غصبة لأن ما فيش إمكانيات هنا ناس يعني عشان نعرف إن الدنيا عند ربنا مش بالملك وإن الدولة حتى مش هي الأساس الأساس عبادة ربنا يعني طبعا إحنا مكلفين بالدولة وسيدنا بس إحنا مكلف بالدولة كان مكلف إن هو يدخل الأرض بيه المخدسة لكن بنوعية من الناس ما تواجدتش فخلص بس مش هيضيع الأمر لا هيبقى فيه إعداد إعداد لإيه للناس خلال فترة إيه وإعداد اللي حيتحبع المسؤولية بعد ذلك اللي هو كان يوشعب منه ومع يعني مش كل الجتاعة ده بيه أرس مش كده مش كل الأحوال إن الناس نجحها في إنها تبقى إيه؟ إنها تعمل دولة مش لازم ممكن ما يحصلش بنا ما يقدرش إن الدولة معناها تمكن طائفة مش واحد واحد كويس ولا عشرة كويسين ولا ثمانين لو عادنا نحسب العدد اللي كانوا كويسين مع سيدنا موسى ومعثنا منهم اثنى عشرة نخيبة اخترى موسى قومه سبعين الرجل اللي يقاتل وسيدنا طبعا هارون وسيدنا يوشع ابنهم والرجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهم يعني حاجة كم كده حاجة وتمانين يعني موسى وهارون ويوشع خمسة وتمانين خمسة وتمانين خلص ربنا سبحانه وتعالى اللي اختارهم والنبي هو اللي اختارهم حانه نقعد نختار علشان تبقى واحد يتحمى المسئولية واحد يتحمى المسئولية وتطلع خيارات الله أعلم بيها لكن يعني ده دول اللي ربنا اختارهم وعذلك ما يكفوش ما ينفعوش ان هما لإن بقى أكتر بانوا اسرائيب يذهب أنت وربك فقاتل ها ثلاث انبياء وسبعين واثناشر والاثنين كمان دول صح ها قد يكون الله عالم بس احنا بنجيب نقول لأقصاها تبقى كده مش كده يعني أقصاها تبقى كده فسبحان الله ويعيشوا وهم في المنازل في أعلى المنازل عند الله في الخليقة كلها نسيدنا موسى ثالث واحد وعاشها بيركب سفيرتاعة مساكين ومالهاش حل عشان تنقذهم إلى تخلقها ويروح يطلب من الناس يوكلهم يقولوا لا مش هنوكلكم ما لو كانوا ملوك لو كان ملكا دمرهم لكن لم يكن ملكا سبحان الله وقصة ذي القرني سورة الكهف مليئة بالفوائد العظيمة وراء كل خصة ثم قصة سورة مريم فيها قصة المسيح عليه السلام سورة يحيى زكريا ويحيى وعيسى ومريم وعيسى وذكر إبراهيم ودعوته لأبيه وذكر الأنبياء جملة ثم ذكر أمر الآخرة وأنا أعوذ بالله من عذاب النار وذن من اتخذ من قالوا اتخذ الله هنا سورة الأنبياء سورة طه فيها ذكر بني إسرائيل أيضا وذكر مشاهد في الآخرة وذكر آدم في نهاية السورة دي الحاجات اللي هي أسست قواعد العقيدة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم شبكوا لها بمسلام